نظمت عدد من مؤسسات المجتمع المدني جولة بمشاركة العشرات من الصحفيين والناشطين وذلك لكشفهم على الأوضاع في منطقة النقب في ظل الحرب على غزة اللقاء مع الصحفيين واللقاء مع كل الذين ينشرون المعلومات هو مهم جدا في هذه الفترة لا شك بأن فترة الحرب كانت فترة صعبة ولزالت على مجتمعنا في الجنوب عدم وجود الإمكانيات وعدم وجود الملاجع وعدم وجود الجاهزية للتعامل مع هذه الحرب هي أمور جدا مهمة للتعامل معها في هذه الفترة نظمنا اليوم زيارة لمجموعة من الصحفيين بالأساس الصحافة الأجنبية عشان شرح قضية القرى الغير معترف فيها واستغلال فترة الحرب والضحايا اللي دفعوها عرب النقب سواء من الولاد ولا النساء ولا الرجال على أساس نعرض قضيتنا للعالم اللي بره انطلقت الجولة من بلدة حورة ثم استمرت إلى قرى أبو تلول والباط والسر مستوبة الأتراف والتي تعاني من انعدام البنى التحتية واعتبارها في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية على أنها مناطق مفتوحة لا تقوم القبة الحديدية باعتراض الصواريخ التي تسقط عليها جولة اليوم للتركيز على قضايا النقب خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر طبعا واضح للجميع أنه ما يتعرض له النقب من تحدياته أكبر بكتير من ما يتعرض له بقية الفلسطينيين في 48 من تحديات الجولة شارك فيها عدد من الصحفيين سواء من صحافة عالمية ومن صحافة عبرية المواضيع التي طرحت هنا عن التحديات التي بعيشوا منها عن وضعهم حاليا عن غياب الحماية لإلهن غياب الملاجئ وتأتي هذه الجولة لتعريف وسائل الإعلام في البلاد والخارج على المشاكل التي تعاني منها القرى مستوبة الاعتراف حيث قام الوفد بزيارة لعائلات فقدت أولادها في الحرب إثر عدم وجود ملاجئ اشتركوا في القناة